اهلا بكم في حلقة جديدة من تعليم التسويل الالكتروني. انا محمد العسال وفي الحلقة دي جيب لكم سايت مهم جدا هيساعدك ان انت تقدر تعمل منشوراتك على فيسبوك او انستجرام بمنتهى السهولة ومن غير ما تحتاج اي 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 حد فينا بادي جديد في بزنس او حتى واحنا ماشيين في البزنس بتاعنا ساعات مزيبقى فيه مسلا البودجت مش مكافية او الميزانية ضعيفة شوية مش قادرين نتحمل تكليف مصمم او تصميمات بشكل احترافي كويس لأ انا جيب لك النهاردة الحل اللي ببلاش اللي هيساعدك ان انت تقدر تصمم حاجتك بنفسك وبمنتهى السهولة واقول لك كل حاجة من الالف للياء لحد ما تطلع المنشور بتاعك الاحترافي وكمان تدخله على الفيسبوك بتاعك وانستجرام بمنتهى السهولة وهيوفر لك وقت كبير جدا. يلا بينا نتفرج المغالب يقول ايه. اهلا بكم يا شباب وتعالى نشوف ازاي نصمم حاجات للفيسبوك او حتى الانستجرام بوستات وحاجات زي كده زي نصمم بتاعنا بمنتهى السهولة وببلاش وبشكل لطيف جدا. طبعا اول حاجة نعملها ان احنا نخش على سايت اسمه كانفا دوت كوم. كانفا دوت كوم زي ما انت شايف كده سايت حلو جدا. عليه اوالب او تقدر اشتغل بيها. طب اول حاجة انا هقلبه بالعربي عشان خادر الناس طبعا يسهل على ناس كتير ان هي تقدر تستفهمه بالعربي بشكل افضل ونسهل على بعض. فاول حاجة اول ما تخش على كانفا دوت كوم هتيجي تحت كده تحت في الاخر. وهتلاقي اللغة هنا تحت. فهم? في المكان دوت على الشمال. هتدوس عليها كده وهتكتب ايه ار ايه? تمام? هيجيب لك العربية مصر. هتختار العربية. تمام? هيقلب لك السايت بالعربي زي ما انت شايف. طبعا يستحسن ان انت تعمل تسجيل دخول او تسجل الان. تسجل الان يعني ايه? يعني تعمل اكاونت او تعمل حساب على على المكان هنا. طبعا انا قريدي مسجل انت بتعمل انت سجل الان بيجيب لك كده بتقول له سجل باستخدام جوجل لو انت عندك جيميل او بتسجل باستخدام فيسبوك. واكيد كل انا عندنا فيسبوك. فانت اللي ما بتسجل باستخدام فيسبوك هو انت بعد كده كل مرة هتخش في فيسبوك عادي جدا. او لو عايز تسجل ايه? باستخدام البريد الالكتروني بتاعك العادي براحتك. طبعا انا عندي حساب بالفعل فهعمل تسجيل الدخول. هقول له تسجيل الدخول باستخدام جوجل اللي انا كنت عامله قبل كده. دلوقتي انا دخلنا على السايت زي ما انتم شايفين. وعندك دلوقتي فيه حاجات كتير في السايت. وده بتاعي زي ما انتم شايفين. تعالنا نتفرج ازاي ان احنا نقدر نتعلم. طبعا الكلام ده كله زي ما انت شايف ببلاشة. انت تتفعش اي حاجة. طبعا فيه حاجات على السايت بفلوس. بس احنا هنستغل الحاجات اللي ببلاش عشان نشتغل. طيب اول حاجة بتشوفها انت عندك فيه حاجة اسمها من اجلك يعني دي حاجات بيجيب لك ايه? حاجات يعني منشورات او حاجات انت ممكن تشتغلها. ودي زي ما انت شايف كل التصميمات انا اشتغلت عليها قبل كده بتاعتي. طيب تعالنا نشوف ازاي نعمل تصميم اول حاجة نعمل تصميم. هتيجي مسلا تخش على شبكات التواصل الاجتماعي. احنا عايزين نعمل تصميم لفيسبوك. وفيسبوك المربعات. منشور فيسبوك بيبقى اعرض سنة بيبقى تسعمائة واربعين سبعمائة وتمانية وتمانين بيكسل. فاحنا هنختار فدي برضو ميزة لان هو هيخلي ان كل البوستات بتاعتك او منشوراتك كلها بنفس المساحات او كلها بنفس المقاس. هنخش كده على منشور فيسبوك عشان نبدأ على منشور فيسبوك. هتلاحز ان هو بيجي لك على بيجيب لك صفحة فاضية هنا في النص زي ما انت شايف كده. وعلى الامين هنا بيجيب لك صفحة فيها ايه? عرض الحاجات المستخدمة او البحث في القوالب. عندك اوالب هنا كتير تقدر تستخدم منها زي ما انت عايز. طيب. وبيجيب لك الاوالب اللي انت بيستخدمها لسه حديثة. طيب. تعالنا بعد ما نشوف كده. تعالنا مسلا احنا عايزين نعمل مسلا بوست مسلا او قالب مسلا او صورة عن حاجة بتاعتنا مسلا للا لأي حاجة من اللي احنا شغالينها مسلا. منتج مسلا. انا شايف تقول آآ بداعي شوية. والالوان جاهزة وكل حاجة. طيب انا طبعا لما تشوف اي حاجة في كانفا عليها او العلامة المائية بتاعت كانفا دي معناها ان دي حاجة عشان تستخدمها لازم تدفع فلوس. فاحنا طبعا ممكن نبدلها. طيب ممكن نبدلها بطريقتين. لو انا مسلا عايز استخدم صور من بتوع كانفا فانا هروح جاي دايس واقف على الصورة دي وهدوس كده. انا كده مسحت الصورة. طيب عايز ايه بصورة مكانها. هتيجي هنا هتلاقي الصور. على اليمين هتلاقي في حاجة اسمها الصور. في الصور دي انت هتلاقي صور كتير في كانفا زي ما انت شايف ايه مجانا مجانا كل دي صور مجانية. ممكن تبحس في ملايين الصور مسلا ممكن تكتب مسلا هنا مسلا ملابس. هيجيب لك صور كل ما هي متعلقة من ملابس. اي حاجة زي ما انت شايف دي يعني دي بتدفع لها فلوس. هتلاقي في حاجات مجانية. سيف مجانا مجانا وفي حاجات مجانة اللي في حاجات اللازم يعني هتدفع عليها فلوس. بتدفع على الصورة اما بتعمل ايه بتطوره لحاجة اعلى شوية. طيب تعال نجرب كده انا مسلا مش عايز صور من كنف انا عندي الصور بتاعتي وعادة اشتغل بيها. طيب هنعمل ايه? هنروح رايحين على التحميلات. شايف كلمة التحميلات دي? هتدوس عليها كده. وهتلاقي في عندك تحميل الوسائط. ممكن تحمل صور. ممكن تحمل مقاطع فيديو. وممكن تحمل الصوت. يعني عندك كل حاجة ممكن تحملها. طيب احنا هنستغل بصور الاول. هنقول له تحميل الوسائط. وهنروح داخلين على انا ممكن اجيب الوسائط دي من كزا حاجة. ممكن اجيبها من فيسبوك. ممكن اجيبها من جوجل درايب لو انا عادت حاجات على جوجل درايب عندي. او من انستجرام او حتى من لو عندي بس انا هجيبها من الكمبيوتر بتاعي. هدوس كده. وهروح هنا يفتح لي الكمبيوتر بتاعي. لاحز ان انا عامل ايه عندي كزا يعني ايه كزا صورة انا عاملها قبل كده. اختار مسلا الصورة دي. انا مسلا راجل شغال في الجينس. وبعمل جينس فاختارت الصورة. لاحز الصورة تحملت كده بتتحمل هنا وبتطلع. طيب اثناء ما انا بطلع الصورة انا ممكن اخد الصورة وحطها كده على طول. او ممكن احطها جوة تبويبة او اعلان او يعني زي ما تدت تقولك جوة قالب. القلب ده جيبه من اين? ممكن نروح على حاجة اسمها عناصر. لما نروح على عناصر كده هلاقي فيه عناصر كتير. دي عناصر انما استخدمها حديثا عندك فيه عناصر بوس. دي عناصر مجانية خطوط اشكال اطارات ملصقات تصاميم من اجل قضية معاناة رسوم بيانية. حاجات زي او شبكة تقدر تحط فيها اكتر من صورة. تدرجات مسلا حاجات زي تقدر تقول زي كده. آآ شايف حاجات بوس يعني كده الفيروس كورونا مسلا لو انت عايز تعمل بوسط عن كورونا. زي خارف. طبعا هتلاقي فيه حاجات مجانا وفيه حاجات بفلوس. سوف هو بتدي لك حاجات كتير قوي. وانت ممكن كمان في البحس فوق تبحث عن ايكونات زي ما انت عايز. طيب احنا عايزين نحط صورة. فممكن رح واخد شايف مسلا ده كده اعتبر اطار صورة. لما تلاقي اي اطار عليه العلامة دي معناه ان ده اطار تقدر تحط جواه صورة. وممكن في اطارات كتير بص زي ما انت شايف في اطارات كتير باشكال مختلفة تقدر احنا مسلا ممكن انا هاخد مسلا اطار عالي اطار هلوحدة كده وسحبه وحطه هنا كده. لاحظ هو لما اتحط كده لما انا سحطه وحطيته اخد لي السفحة كلها. اتحط في الخلفية. فمعنى كده ان لو جبت صورة حطتها هنا. لو انا جبت الصورة بتاعتي كده. وروح ت tuning الصورة دي وسحبها هنا. لحظ الصورة بتاعتي تحطيت في الخلفية. طيب مش ده اللي انا عايزه. انا مش عايز كده انا الصورة مكانها. طبعا دي فيه ناس بتصمم كده احط الصورة في الخلفية. وبعد بقى احرك التصميم بتاعي وغير الكلام. دي شكل لطيف بتاعي ممكن اعمله. بس انا مش عايز اعمل كده. فاقول لنا طب انا عايز ارجع في اللي انا عملته وبعمل ايه بروس كنترول مع زد. كنترول مع زد بيرجع في اللي انا عملته. رجع. طب انا عايز احط الاطار بتاعي. نرجع للعناصر. وحط الاطار بتاعي. اروح دايس عليه بس كده. هينزل برضو زي ما احنا شايفين. طب ازاي ما اعملش بالحركة دي? انا عايز ان انا الاطار احطه في حتة ما ما يجبليش كده. كل حاجة انا بص شايف? سحبته. من فوق كده. سحبت الاطار بتاعي من فوق. فما حطوهش في كل في كل الشاشة. فبقى انا كده عندي اطار قادر اتحكم في حجمه زي ما انت شايف كده بص. وميزة هنا بص ايه بيجيب لك العرض والارتفاع. عشان تقدر تتحكم في شكل الصورة بتاعتك. تقدر تحطها. انا مسلا حطيت الصورة هنا كده. طب ايه الميزة كده? ان انا مسلا لو حبيت اغير الصورة. مش كل مرة غير الصورة. لو انا مسلا هعمل زي او قلب واحد وحط عليه صور كتير. مش كل مرة غير الصورة ممكن يكون عندي صور باكتر من ابعاد. يعني مسلا انازل الصورة البعد بتاعها كزا في كزا. طب انا حطيت عندي صور كتير وابعاد مختلف. فانا لازم احط الاطار دوت عشان الاطار ده هيساعدني ان هو يسبت لي ابعاد الصورة. فانا بعد كده هاجي في التحميلات. واربا اخد الصورة بتاعتي وحطيتها جوه. لاحز ان هي بص كده الصورة بقى شكلها حلوة. طب انا ممكن هتحكم. لما دوس على الصورة. يعني كليكتين بالماوس على الصورة. لاحز ان هو بيجيب لي ممكن بص انا ممكن اتحكم فيها بحركها كده جوه القلب. فالقلب بتاع الخارجي الاطار مسبت لي الابعاد وانا ممكن من جوه اكبر اصغر انا احتمال فانا انا احطى الاجانة بس عايز اعطى الجينس بس فاناata انا مش понадب وانا شفت وهو تجاي من البزر ساعب اكبر ازاي واحركها كده انا مش خيش انا اي ありوص انا عايز اعطى بيجيب لي جانس بتاعي اكتر. فى هجي كده. وارو هعمل مثلا كده. فانا احتمال فانا متية. وانات ثانا وخلATE نص في نص الصورة. ولادو حدايز بره. شافه انا كدعي مركزة بنكزها على الجينس بتاعي اكتر, مثلا. واجي هنا و رح ابدأ اغير في الالوان. انا مسلا شايف الحتة اللي باره دي. انا مدوست باره كده. دي حاجة اسمه يعني اللون مدي رايح على لون تاني بدئين بلون رحين على لون. لاحظ ان هو مديلك اللونين بتاعتك هنا. انه يوم. ده اللون اللي هو ده. وده اللون اللي هو ده. اللون الاول واللون التاني. انا ممكن اغير الالوان بتاعتي. انا مسلا مش عايز ده. انا عايزة مسلا يبقى ازرق. ورايح مسلا رح رايح اختارة الازرق هنا. وممكن لو انا عندي الوان بتاعتي من من علامة الزائد دي. بحط رقم اللون. لو انا عندي رقم لون لي بحطه هنا. تمام? وراح جاي هنا على اللون التاني اللي هو ده. وهقول له انا مش عايزه ازرق. انا رايزه على اللون كده. وقول له لأ انا عايزه مسلا هتوديه على احمر مسلا. هساب لي المثال. على سنو مسلا انا بعمل حاجة شبابية رجالي شوية عايز حاجة فيها حركة وفيها انرجي مسلا او فيها طاقة. واجي مسلا انا مسلا ايه بكتب كتبه بالانجلش. انا عايز لاحز بقى ان انا لما ايه اول ما دوست على الكلام لاحز بص صغر لي حاجات فوق كتير كده. ايه الحاجات اللي فوق كتير دي? يعني دي كلمة مسلا هو ما كتبها. هنا بختار الفونت. شايف? دي الفونتات او الخط. لاحز ان فيه فونتات عربي. يعني مسلا فيه مداني مش عارف ايه. ويجيب لك شكله كده من بره. ممكن لو انا روحت هنا دي خط مسلا عربي. هيجيب لك ايه? كل الخطوط اللي فيها عربية. زي ما انت شايف كده. فيه خطوط كتير قوي عربية زي ما انت شايف. وفيه خطوط بفلوس خلي بالك يعني بس دي كلها خطوط ببلاشة. اي خط او اي حاجة معالهاش علامة التاج معالهاش علامة التاج معانا ان هي ببلاشة. انا مسلا اختار الخط العربي بتاعي اللي انا اختارته. لاحز ان هو اغيره. واكتب مسلا ايه? الجينس. مسلا من اا من محلات مسلا اا محمول. انا هكتب اي حاجة دلوقتي. عشان بس انا يعني مش مفيش حاجة عضرة في دمائي. انا اخترت كده. واختار مسلا اكبر الحجم. ممكن اكبره. وممكن اصغره. وممكن اكبر القالب او الاطار اللي فيه الكلام. وممكن امسيه كده حطه مسلا هنا. انا عندي لوجو. اللوجو برضو هاجي من من التحميلات وحمل اللوجو بتاعي واحطه. يعني لو عندي لوجو ممكن احطه في التحميلات بتاعتي هنا. انا ما عنديش لوجو دلوقتي جهاز ان انا حطه طبعا ومش هينفع عمل كده عشان لو انا شغال مع حد ما يزعلش مني. ان انا حطت اللوجو بتاعه يعني. بس انا ممكن تحط اللوجو بتاعك في اي مكان. وتيجي برضو هنا على الكلام دوت. انا بس الكلام ده بالمعمول كده انا عايز مش عايزه خليه واقف كده. ما ممكن شاف العلامة دي باجي هنا. واتحكم بص بعض قلبه. وحركه كده زي ما انت شايف. ممكن عكسه كمان. تمام? انا بيجيب لك الانجل. بص يعني بص لاحز زاوية بتاعت تلاتة وسبعين تسعين. تمام? لما ادوس كنترول زيت بيرجعه لي زي مكان او اخر مرة. وبرضو بنفس الطريقة تقدر تغير الفونت. تقدر تغير حجمه. وتصغره. ممكن تغير لونه من هنا. بغير لونه انا بس عندي الوان الوان خياره. مسلا خليه. خليه ازرق مسلا خليه احمر. طبعا هو الابيض هيبقى افضل حاجة. هنا بغير المحزاة. دي المحزاة. هنا ممكن احط تحتيه خط. هنا لو انا بحط قايمة. فبحط نقط قبل كل بند في القايمة. هنا حلوة قوي دي. بدا حدد المسافات ما بين الحروف وارتفاع الخط. يعني انا مسلا ممكن اقلل بص رفلاحز قالت المسافات بتاعت الحروف حصل فيها ايه? فممكن ازود المسافة وحركة معاملها مع اي فوند. وارتفاع الخط ممكن اقلل ازود الارتفاع واصغره. بص عندك تحكم حلو قوي. وهنا بتختار لما تزود ارتفاع الخط. هل الخط ينزل لتحت? ولا المسافة من فوق تبقى قد من تحت? ولا المسافة تطلع لفوق بس? دي مرضو دي حاجات حلوة. ممكن تستخدم. وممكن تدخل بالارقام هنا. وهنا بتختار استخدام اتجاه البلء للنص. طبعا لو احنا بنكتب عربي. فاحنا مسلا شايف لاحز هنا هو مديني المساحة فاضية من اليمين لان هو عمل اتجاه النص بين ايه? بالانجليزي. لكن لو انا عملت كده عكسولي. خلى اتجاه النص العربي من اليمين للشمال. اهمني? وهنا بقى تغير الكلام اللي انت عايزه وهنا مش عارف ايه. كل انت عايز. طب انت عايز تجيب فونطات او اشكال تانية من الكلام او من الحاجات زي كم. تعمل ايه? طبعا انا ما حتلاكش البيت. انت ممكن تحط افكتات كمان. بص لاحز افكتات. ممكن خلي الخط ده نيون. بص خليته نيون ازاي? ممكن خليه جليتش. ممكن عندك ارتفاع اخليه مزلل اخليه مجوف. عامل مش عارف ايه. بص ممكن اعمل تغييرات كتير. وممكن اعمل اضافة الحركة. ممكن اضيف حركة. ان هو مسلا الخط بتاعي يزهر لو انا مسلا بس ده هيحول بتاعي الفيديو. يعني انا لو عملت التغيير في حركة هيحول بتاعي الفيديو. انا مش عايز اعمل الحركات. الوضعي هنا انا بختار لو انا عايز اعمل المحزة او ممكن اخلي مسلا انا مسلا احدث كزا احدث دي مسلا دي في مسكت. عطيت الخط فوق ده. انا عايز اود الخط في الخلفية مسلا مش عادي ر يعني لطيفة جدا. وعندك هنا بتختار نسخ النمط. يعني انت لو عملت الخط مسلا وعملت تصبيته بتاع وعايز تاخد النمط بتاع وتخطه في خط تاني. انا مسلا عايز اخد ده. اقول له انسخل النمط بتاع مسلا انا اخترت اللي هو ما ده. وعايز انسخل النمط بتاعه. وحطه لي مسلا في ده. بص لاحظ راح كبره ازاي. خط النمط من هنا حطته هنا. دي طبعا بنرجع تاني زي ما كان. وهنا لو انت عايز تخلي حاجة مختفية شوية. انا مسلا الصورة دي عايز اختي فيها اخليها شبه مختفية. هنا في العالم دي بدارك الشفافية. ممكن اقل للشفافية شوية. دي بتبقى حلو قوي انا ممكن اقل للشفافية وزودة. وهنا لو انا عايز اعمل احط لينك او احط رابط على الصورة بتاعتني بتنفع برضه. وهنا لو انا مسلا انا عايز الصورة دي مش عايز بالغلط احركها من مكانها. عايز بطل زي موجودة كده. اروح عامل كده وروح ايه? اغلاق. فبالتالي هو كده مش هيحركها. بص انا بص مهاما بحرك بحاول امسك الصورة حركها ما بعرفش. ده بتخيئك ايه? لو انت شغال في التصميم بتاعك ودست بالغلط يبقى الموضوع يبقى سهل قوي بالنسبة لك. ممكن ترجع تاني ازاي تروح فاقيك الضغط بتاعك. عايز مسحها? سهل انتعمل من هنا او بتدوس حتى من على الكيبورد. طيب وعندك هنا في حاجة اسمها تكرار يعني انا مثلا الخط ده وعايز اكراره اعمل منه نسخة تانية. اراح دايس عليها كده بص راح مديني تكرار ليه بالمنظر بمنتهى السولة. برضو بعمسحه تاني بالدليت عادي. جميل او. عندنا ايه تاني ممكن نعمله انا كده اشرحت لك كل حاجة فوق اه هنا بختار مسلا الكلام عايزه احرف كبيرة. اقول احرف صغيرة. انا مسلا احرف كبيرة احرف مش عارف. انت اختار لو انت عايز تخليه. طبعا ده ينفع في الانجليزي. لو انت كاتب بخط مسلا مش وعش تخليه تعمل كده. الصورة برضو ممكن احط عليها تأثيرات. ممكن احط لها فلتر. ممكن احط لها مسلا. لاحظة ان احطت فوق الصورة اللون احمر. انا كده بواسط الدني. هرجع تاني. ممكن احط عليها تأثيرات. شايف كولي تأثيرات. آآ ممكن خليها مسلا مش عارف ايه. بص لاحظة بيغير تأثير على الصور. انا ممكن احط افكتات وميز نفسي بايفكتات على الصور بتاعتي. خلي احط كل الصورت دي عليها تأثير ده. وهنا ممكن احط وحط صورتي جوه الموكب. بس دي اشرح لكم بعدين. المهم يعني فيه ممكن اغير بقى درجة السطوع والتباين واللون. ممكن اعمل لها ادوسها على قصة كده بيقصها لي. بس انا مش عايز اقصها اكتر من كده. ممكن انعكاس خليها تنعكس يعني مسلا ممكن انعكاس الفقية. بص قلب هالي خلالي مينش ما انعكس هالي. ممكن ارجع عاملها كده. ممكن انعاموديا اقلبها. ورجعها. ممكن اضيف حركة زي ما قلت لك خليها تخش بحركة. مسلا تخش بشكل معين. تكبير الصورة. بس تبص بيب تخش. بس ده هو عم بيحول الصورة ممكن تعملها وهنشوف لما نيجي نعمل هنعملها ازاي. بس انا مش عايز اعمل دون. دون دي يعني من غير اي ايه? غير افكتات. ولا ايه? اعملنا اضافة حاوس او دون دي من غير افكتات. يعني ما نفيش اي فلاتر ولا فلتر ولا ولا اضافة حركات. طيب. انا عملت التصميم بتاعي في حركة تانية ممكن اعملها ممكن اضافة صفحة جديدة. واعمل تصميم اقوله جديد. بس هنجل لازم اعمل كده? يعني انا كل مرة اقعد عيد التصميم بتاعني من الاول ما افترض ان انا عايز اعمل تعديل فيه بسيط. هروح دايز صفحة اضافة صفحة جديدة. هقوله لا مش تعمل كده. كل اللي انت هتعمله هتروح جاي شايف العنام الفودي تكرار الصفحة. انت تكررت الصفحة وتيجي مسلا تروح شايل الصورة وتروح على التحملات بتاعتك وتحمل وسائط وتجيب صورة جديدة. هجيب مسلا الصورتين الجودات دول. ما ممكن بس بدوس على صورة وبدوس على كنترول وباخد الصورة اللي بعديها واقول له اوكي. لاحز بعندي صورتين اهوت. فمام? انا حمل ممكن احمل اكتر من صورة وارا بعد عادي ما فيش اي مشكلة خالص. ولو باخد الصورة بتاعتي اللي انا حملتها وروح هددها هنا. فبقت انا ممكن اقعد اكرر في ايه? في التصميمات بتاعتي بالمنظر دوت كده. وحطو اخد احطوه هنا. وبرضو زي ما قلت لك ممكن تكربه وتكبر تصغر زي ما انت عايز. وتروح عامل برضو تكرار تاني وجايب الصورة ومساح دي. واخد دي. وحطتها كده. مسلا تجيب مسلا. او تجيبها كده. طبعا يعني ايه? او تجيب تعمل تي شيرت مسلا. وبعندك بص شايف كرار عملت كزا نفس التمبلت بنفس الاوالب عملت اكتر من صورة بمنتهى السهولة. طيب. نيجي بقى للحتة الايه? اللي احنا ازاي ننزل الكلام ده? لاحز انا بص ممكن اعمل ايه انشرة على صفحة الفيسبوك بشكل مباشر. دي احلى حاجة بقى. ان انا ممكن انشرة على صفحة الفيسبوك. لما يدوس على نشر بتختار الصفحة. بس انت طبعا انا عندي صفحة قريدي. انت بتختار الصفحة بتعملها. دخل الصفحة بتاعتك وتربطها وتعمل وتنشرها. يما ممكن تعمل ايه? بشكل على طول. ممكن تعمل تنزيل بشكل مباشر. او مشاركة الرابط. لو انت مسلا في حد عايز توغري له ياخد رأيه. ممكن تبعته. او تعمل جدولة بس الجدولة او دي لازم تدفع عليها فلوس. فاحنا نعمل تنزيل عالي. هيقول لك انت عايز تنزل نوع الملف ايه? هقول له مسلا عايز نزل نوع الملف. عندك ممكن تعمله ممكن تعمله فيديو تنزلها فيديو. ممكن تنزلها جي اي اف مقطع قصير من غير صوت زي ما انت عايز. اوعا انت ممكن في عنده انت ممكن تعمل خلفية خفافة. فبس اي حاجة على قدام علامة التاج دي معناها بالفلوس. هنا بيقول لك ايه? حدد الصفحات. انت ممكن تنزل الصفحة واحدة او تنزل الصفحات كلها زي ما انت عايز. لما تنزلهم كل ما تعلم عليهم كلهم كده هينزل لك جوة مضغوط وانت بتفكه. او بتنزل الصفحة اللي انت عايزها مسلا عايز صفحة واحد بقول له تم. وهقول له تاني وانزلها بي ان جي بي ان جي حلوة انا بنصح بي ان جي لو اي حد برفع على فيسبوك او كده. وتقول له تنزيل. لاحظ اي راح وقال لك هينزلها لك كده. طبعا انت ايه? انا هو ما سميها قول لك انت كده خلاص كده تم تنزيل التصميم. بس. وتيجي هنا مسلا ممكن تسمي اسم التصميم ده مسلا. جينس مسلا. وغيرت كده اسم التنزيم جينس عشان قدر تتميزه لما تيجي تنزله باي حاجة. وطبعا فيه امكانيات كتير هنا موجودة في كانفا هورها لكو بعدين زي ما انت اوسلا ممكن عندك اشكال نصوص كتيرة ممكن تعمل بيها. شايف خان الخليلي ليل النادي عيد اطحى مبارك. مقدم الى كابتال كلها دي زي كده اشكال حلوة قوي. ممكن تحط صوت لو انت بتعمل فيديو. هوريكم ان شاء الله يعني فيديوهات كتيرة ممكن نعمل تصميمات مع بعض. ولو حد عنده وعايز نعمل له حاجة وعنده فكرة وانو عايز نتكلم فيها ونعملها. يا ريت يبعث لي وهنعملها مع بعض ان شاء الله. واشوفكم على خير. اتمنى الحلقة دي تكون عجبتك ان شاء الله. ومنساش اللايك والسابسكرايب عشان ده بيفيدنا جدا. وانتظرني كل يوم تلاية ان شاء الله الساعة تمانية لان احنا بنتكلم في حاجات كتير. ساعة تمانية بتوقيت القاهرة. بنتكلم في حاجات كتير زي الاعلانات. زي انك زي تحسن زهورك على الفيسبوك. زي ان انت زي تستخدم او مهمة هتقدر انه توفر معاك وقت كتير جدا وتساعدك ان انت تبقى شكلك اكتر احترافي على صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للبزنس بتاعك او حتى على مستوى الان شاء الله. واشوفكم على خير.